السلام عليكم مرة اخرى هادي النتيجة ديال هادك البلاطو الرخامي اللي كنصوت في الفيديو اللي فات عندو متى تشوفو اه روليت لكم دهر ولوجة اليوم ان شاء الله هنتكلم معكم على مستلزمات مشروع الشموع يعني البنات اللي بغا تدير مشروع ديال الشموع اه ها هم المستلزمات كاملين جمعتهم ليكم في نفس الفيديو في فيديو واحد باش البنت اللي بغا تبدع اولا حتى الشاب حي تقالوا لي بعض الناس علش تقولي لش توجيها الخطاب ديال كغير البنات بان اي شخص كيفما كان شاب ولا بنت بغا ي يبدع بمشروع الشموع والديكور هادو هم المستلزمات اول حاجة ضروري يخص تكون عندك هي الميزان الميزان باش قدر يتعبري بها هادوك الكميات ديال الشموع اولا ديال اه ديال هادوك العطور الى اخيرة موهما دا اختيتو با تمانين درهم من بيم بالنسبة لهذا اللي دا بختي تفيد ديال يجدي تفيد ديها دارها الميحرار الترموماتر تا هو ضروري باش تعرفي درجات الحرارة ديال الشموع اثناء اه اثناء التدويب دياله فاش تكون يتخدمي الشموع داروري خص يكون عندك الميزان ديال الحرارة باش تعرفي حرارة الشمح بالنسبة لهذا هادو هادو ديمول هادو كين في هوم اللي شريتوا غير من اه من المحالات وكين اللي خديتو من شي اين هادو خديتو غير من المحالات هادو اللي فيها الوردات هادا خديتو بااااااااااااااا يمكن حدا عن هذا من شي اين هادا في قليبات صغار و Tokyo قليبات جيومترية جميلة جميلة بالنسبة لها الثاني هذا تهوى من شئين وهذا تصوب بحل الطابلت الشوكولة تهوى جميلة ودابا نشوف هذا الليمون هذا مول إجاسة المهم من بعد فاش نخدمه الشموع نوري لكم كيف اشتجي الإجاسة هادي زوينة بزاف تيخذيتها من شئين ربما ديره شي 43 درهم هذا تهوى مول ديل الشموع ديل السيليكون تهو زوين بزاف ولو ان الشمع ديله صغيرة هذا غلط فيه تنصحبه الشمعته كبيرة خذيته 50 درهم ولكن الشمع صغيرة هذا زوين تهو ديل الشئين هذا تيخرج لك تيخرج لك هذا الشمع بحل كوب تهوى جيومتريك تهوى شكل هندسي وهذه غنية للتعريف هذه هي شمعات البابل هذه هي المول ديل الشمعات البابل المهم دبرا نخدمها معاكم من بعد نوري لكم كل شي التقنيات اللي تنستعملوا فيها هذيرا هي المكان في انت تكون الفتيلة الفتيل ديل الشمعه هذا المول ديل الكاكتوس هذا المول هذا زوين بزاف تيخرج شمعه زوين بزاف صعب ولا اني مع الاسف صعيب التعامل معه بزاف وهذا هذا المول عادي ديل بيلياي لا بغت تديري شمعه شمعه العادية من بيلياي بالنسبة لهذا هذا المول ديل السيليكون تهوى خديته من شيئين هذا لا بغت تدير به الوريدات في الوريدات فيهم احجام وريدات زوينين تيلي قولت تزين نيس ديل الشمع ديل الكاكوس هادي هذا مول صغير لشكل ورقة وهذا ديل الشهدع خلية النحل لا بغت تتصوي بشي شمعه مثلا في الكاس ديل خلية النحل بالنسبة لهذا البنات اللي تنوري للكم هم الملوينات هذو الملوينات ديل البودر المسحوق خديتهم بثلاثين درهم لعشرة قرام عشرة قرام تدير ثلاثين درهم وممكن تتغني على هذوك الملوينات وتتعملي غير هذ الملوينات ديل الشمع اللي تيلونوا بهم الأطفال في المدراسة را فيهم الألوان تقريبا كاملين وتمعاتهم زيانين وهما أرخص حقيقة هما براتيك وأرخص أما الخرين غالين شوية وبالنسبة لهذا غنعرفوه من بعد هذا الشريط فيها في واحد القطع صغيرة ديل سكوتش غنعرفوه من بعد للشي ليقو وهذو راك تنظن اي شخص غيخدم الشموع را هادو عارفو ما شنو هما هادو را هما العطور والزيوت العطرية طبعا باش تنصوبو الشمع المعطر او للشموع العطرية وهذك هذي دابل هذا هذا هو الزيت عطري وعطر ولكن التكستور ديالو الزيت وهذيك اللي فوق الزيوت هذيك بيبات بيبات تتعمل باش نهزو بها نهزو بها العطر حيث ما تنحتاجوش كمية كبيرة وبالنسبة لهذا عرفنا هذا تنصوبو بيه البلاتو تقدري تصوب بيه البلاتو ديال اسمنت ولا بالقبس ولا مهم اللي بغيتي وهذا تنصوبو بيه الكويسات الكويسات ديال هاد المول اللي وريت لكم وديال هاد السرقي غنوريهم لكم في الاخر ديال الفيديو باش تشوفوهم تنصوبو بالاسمنت او لا بالقبس او لا بالخالط ديالهم بجوج وبالنسبة لهذا الكويسات هادو غلا بغيت تخلطي لا بغيت تخلطي لا بغيت تخلطي بغيت تخلط لي هاد ديال اسمنت والا إلوان وهادو هل الالوان ديال اسمنت هدو اللي تنصوب بيه هدو الدكورات ديال السيما هادو تنشيرهم بها باباتاشر назرهم اظن 14 Freeze وأسمحو ليه يمكنة سوق 17 لأثمان المهم زيكون الفرق بين السعر الحقيقي وبين هذا الشيء لا تكون شيء بسيطة درهم ولا جوج المهم هذة هم المستلزمات اللي خاصين لصنع الشموع والدايكور ما زال البنات كانين أشكال كثيرة ما زال تنقول مع الوقت غادي نشري أشكال أخرى كثيرة ممكن إلا بغيتوا تشوفوا الأشكال دخلوا للشيئين وممكن تشريوا تم المحالات ممكن أشكال كثيرة للدايكور ولا للشمع والمهم أنا هاد الشيء باش بديت نتمنى أننا نخليكم بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال المهم تقابونا المهم نخليكم على خير وهذا هو من النتائج ديال هادوك البلاطويات وهادوك الكويسات اللي صوت ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر